ترجمة نانسي قنقر أبناء الشهداء بعيد الفطر دعيا المولى العلي القدير أن يسكد الشهداء جنات الخلد جزاء لتضحياتهم في سبيل أمن البحرين والأمة العربية والإسلامية وقال سمو في تصريح بهذه المناسبة إن الشهادة شرف عظيم والتاريخ يخلد كل من دافع عن وطنه وأن شهداء البحرين قدوة لأبناء الوطن والجميع سيفتخر بإنجازاتهم العظيمة في الميادين كافة بعد أن قدموا التضحيات وبذلوا الغالية والنفيس في سبيل الانتصار على الباطل ودحر المعتدي والوقوف في وجه المؤامرات التي تحاك على بلدنا وأمتنا العربية والإسلامية والعمل على رفع راية الحق وبسط الأمن والأمان وتابع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة نحرص دوما على الاتقاء بأسر الشهداء وأبنائهم لنقول لهم إننا عائلتكم والالتقاء بكم في جميع المناسبات موقف من التلاحم الوطني غرسه في نفسنا جلالة الملك المفدى لرد جزء بسيط من جميل الشهداء على البحرين والأمة العربية والإسلامية وتابع سموه نحيي في هذا اليوم المبارك من أيام عيد الفطر السعيد أرواح الشهداء الذين ضحوا بأقلى ما يملكون فداء للوطن والحق كما نحيي أسرهم وأصدقاءهم ونشاركهم الفخر والاعتزاز بسيرتهم وتضحياتهم وأن أبناء الشهداء هم أبناء لكل مواطن وواجب علينا الاهتمام بهم والوقوف إلى جانبهم ترجمة نانسي قنقر